كلنا عارفين ان النظافة مش بالفلوس ولا بالبيوت ولا بالاجهزة ولا بفرش البيت الغالي واكبر دليل انك ممكن تلاقي في دخول الشتة في الوقت اللي احنا فيه ده بيوت كتيرة جدا غالية وفرش المطبخ بتاعها غالي والاجهزة اغلى حاجة ومش نضيفة وتبقي مش حبة ان انت اصلا تقفي في المكان دوت ولا حتى تدخلي فايا كان مطبخك وايا كان كان فرش المطبخ بتاعك وايا كان الاجهزة بتاعة الجغالية رخيصة بقالها عشرين سنة بقالها سنة يلا بينا دلوقتي نبتدي الفيديو مع بعض ونستعدها مع بعض ده للشتة بروتين تنظيف عميق جدا بس اللي اول مرات شوفيني انا عفاف اتمنى طبعا تشتركي في القناة لو مش مشتركة معينا وتفعالي علامة الجرس على كلمة الكل وتحطي لايك على الفيديو دلوقتي وتصالي على سيدنا محمد في التعليقات ويلا بينا نبتدي على طول بدأت بايه عفاف بدأت باكتر حاجة انا بقالي فترة ما عملتهاش وهي دوليب المطبخ عموما عايزة تتنظف انتو عارفين طبعا الدرطاشة والدهون والحاجات دي وكل يوم بنعمل اكل في المطبخ والبخار والكلام وخصوصا بقى الدرف اللي تحت الحود وكمان الدرف اللي هي بتكون معرضة للدهون اكتر لانها جنب البوتاجاز وعارفين كل المشاكل دي ممكن تقابلنا كلنا في المطبخ بتاعتنا فانا اول حاجة ركزت عليها انا النهاردة بدأت اول يوم في المطبخ يعني انا قبل كده عملت معاكم استطاير يعني نظفت القوة بتاعة كلها دي والمراوح والحاجات دي كلها انا عملتها ولكن المطبخ انا لسه ما عملتش في حاجة بس انا اصلا بنظف المطبخ كل يوم بس في حاجات ما بنعملهاش كل يوم بنعملها كل شهر وكل فترة وكل موسم والحاجات انتو عارفين هذي فمن الحاجات اللي انا عايزة انظفها النهاردة تنظيفها ميقوة بعملهاش كل يوم ولا كل اسبوع حتى هو دوليب المطبخ عايزة انظف دوليب المطبخ كويس قوي فانا اي منظف تستخدمي عندك حينفع معيك او اي منظف هتحطيه في بخاخ وتحطي عليه شوية مية وتبدأي ترشي على دوليب المطبخ وتتعاكب ليفة خشنة او سلك موعين حتى يكون من الناعم قوي ده عشان ما يجرحش معيك المطبخ برضو حينفع يعني انت شافيش حاجة توقفك انك ما عنديكيش المنتج الفلاني انك تنظفي ملعاش علاقة خالص نظفي باي حاجة متاحة عنك انا بالنسباني انا استخدمت القرس بتاع جرينوي لان هو بيطلع الدهون اصلا بالمية بس في ثواني وعشان انا بقى عايزة صابون واحساس الصابون ونظفة ده فحطيت شريحة من الالواح في مية سخنة في البولة اللي انت شفتوها دي وبدأت ان انا اخد من القرس بالقرس من المية لسخنة والالواح دي واخسل بيها دراف المطبخ تمام عملت اول حاجة الضرفتين اللي تحت بحوت بدأت بيهم فتحت الضرفة من جوة طلعت الحاجات اللي انا حطها ويتالي غريبة منظفات وكلور وحاجات كده ما بحطش حاجة تحت يعني خاصة بالحلل او الاكل او حاجة زي ما شفتوها كده وبعدين دخلت على طول على الجزء اللي جنبها اللي هي الغسالة الغسالة طبعا بشدها من مكانها علشان انظف تحتيها وورا الوحدة بتاعة الادراج الالموتايل دي علشان اركز كده الحاجات اللي ما وراها حاجة واقعة بتايع انتوا عارفين قبل كده ان انا كان حاصل لي مشكلة اه فانا كنت حابة ان انا امركزها دايما طول الوقت يعني فاشدتها من مكانها ولمعت الارض كويس اوي شلت كل التراب اللي موجود تحت وكمان رشيت كيوريكس بتاع الحشرات الزاحفة انا بحبه جدا يا جماعة المفعول بتاعه حلوة قوي قوي وبصراحة لما برشه ويكون في اي حاجة نملو مثلا ولا اي حاجة انا مش بلاقي بعد كده خلاص فترة طويلة جدا ما بيكونش في اي حاجة مع مراعاة انك لو في اي اخرام تسديها اي حاجة بتجيب نمل مثلا مفتاح كهرباء وكده بيطلع نمل لازم تاخدي بالك من حاجات اللي المفروض تعمليها وده بنرشه كواقايا بس مش اكتر برش كمان المفصلات بتاعة الادراج او بتاعة الدرف لان انتوا عارفين المكان ده بيبقى راتب اصلا وتحت الحوت ده يعني مكان معرض للحشرات في اغلب الوقت فدائما بركز ان انا اكون مهتمة بالمكان ده قوي ما يكونش الكوع بتاع الحوت بيسقط ما يكونش في اي حنفية بتسقط اي حاجة من الحاجات دي بصلحها فورا علشان ركنة المية اصلا بتعمل حشرات وبتعمل ريحة وحشة جدا فعلشان كده انا قبل ادخول الشيطة لازم اي حاجة عندك بايزة صلحيها اي حنفية بتسقط مية صلحيها دخلت بقى خلاص تبت الغسلة كده ونظفت الغسلة وكمان كنت عايزة اشغالها كان فيها غسيل اصلا فقلت هشدها الاول انظف وراها وبعدين اشغل الغسلة لان الدورة كنت هتاخد تقريبا ساعتين فما كنتش عين في ان انا اشدها وهي شغالة يعني فشغلتها بعد ما رجعتها في مكانها نيجي بقى نظفها باستمرار فبقى لي فترة ما نظفتوش فقلت خلاصا ننظف كله مع بعض وبقى ان شاء الله في دخل الشيطة كده ودي الدرفة اصلا اللي انا بحط فيها العلاء بالبلاستيك في اول رف كلها بتاعت المطدخ كلها العلاء بتاعتها بروير كلها اللي انا بستخدمها والرف اللي تحت بحط فيه الحلل والصواني والحاجات والتصوات والكلام ده دول درفتين كده الناحية التانية في المطدخ حطها على الرخامة بتاعتهم المعالي طقم التوابل كده بس ما بشتغلش عليها اصلا في حاجة انا بشتغل معاكم عن الرخامة التانية اللي هي فيها الحوض لان دي رخامة عالية شوية فانا اضفت الدرفتين كده وزي ما شفتوا طبعا المجرى بتاعت الالاموتين نظفت كويس الحمد لله وكمان الدرف باقت زي الفل عايز اقول لكم المطبخ بتاعي ده بقاله تقريبا اتناشر سنة الحمد لله رب العالمين يعني انا هو مطبخ قديم يعني اتناشر سنة انا كنت عاملا جديد اقامل اتناشر سنة بس خلاص الموضة بتاعته بقت قديمة حتى الستايل بتاعه ولونه وكده طب ما غيرتش المطبخ ليه عفاف علشان انا لسه اه حنقل في شقة تانية ان شاء الله بازن الله هعمل فيها مطبخ جديد ولحد الان انا مطبخي ده بحبه جدا ومحافظة عليه جدا جدا مفصلات لو اي حاجة جرى لها حاجة بتتصلح فورا علشان كده تلاقي المطبخ دايما شكله ان هو جديد يعني ما فيهوش مشايكل خالص الايات بتاعت المقابد بتاعت الادراج لو صدت والله اصل حصل اي حاجة يا اما بطليها زي اللون شايفينها دي مدهونة باللون النبيتي يا اما متغيرة يا اما باسبهوش خالص ان هو حالته تبقى وحشة او كده المفصلات لسه مصلحها قريب المفصلات بتاعت الدرف اللي تحت الحود كانت برضه تقسرت فجبت حد من عند المحلات الالموتيل صلحه وركب مفصلات جديدة فما ينفعش ايا كان حالة مطبخك قديم جديد انت عاملا بقالك سنين عاملا من سنة واحدة لسه عروصة لا بقالك 20 سنة ايا كان حال المطبخ انت لازم تحافظي عليه حافظي على الحاجة اللي عندك يمكن تعودي بيها طول العمر سليمة زي ما هي وما فيهاش تحتاجيش تغيريها ربنا قرمك وحتعملي جديد يبقى انت على قل عشتي بحاجة شكلها حلوة ومنظيف ما بقيتش مكسرة ومدغدغة وحالتها صعبة ومليانة دهون والكلام ده فانا مطبخي ده بنظفه على طول زي ما انتوا عافين من شائتي التانية انا عاملها على شائتي التانية اللي روحت فيها يعني اللي بقى له تقريبا 12 سنة او 11 سنة في الرنج ده يعني مش هقل من كده فالحمد الله رب العالمين انا بحب المطبخ ده جدا علشان انا بنظفه دايما وهو احسن عندي من اي مطبخ متكلف 100 الف جنيه ومش نضيفه مدهن ولا اي الكلام ده فعلشان كده انا بقولك حبي حكتك اللي موجودة عندك ايا كان شكلها تلاجة ازيمة تلاجة من زمان تلاجة بتعمل تلك اتعاملي على حاجتك مع حاجتك بقدامية وتعاملي معها على انها حاجة بتنفعك مش حاجة انها جميل ما بتحسش يعني فعلشان كده كل واحدة فينا عندها اي حاجة انتوا عارفين يا جماعة الاسعار دلوقتي بقت مش عايز اقول لكم يعني الله المستعين حاجة صعبة جدا 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 لدرجة لا تتخالوها فانو حافظ على الحاجة بتاعتنا ايا كان سعرها وايا كان وقتها وايا كان حالها يعني. حافظي على الحاجة ونظفيها كويس قوي. هتعيش معيك زي الفل ومش هتقول لحبش. هتقول لأ انا عايز اتغير يعني. وبس كده. اي عندي بقى شوية خضار كده كانوا في الاكياس دول كنت ركنهم على جنب في الارض كده لحد مخلص. وامسح الارفة بتاعة التلاجة علشان نرسوا الخضار بتاعنا. ونفس الكلام. البطاطس دي عايز ارجعها في العلب برضو بتاعتها. ولكن عايز اوريكم العلبة الز درقة دي. بصوا الفلفل ده جماعة بقى له تقريبا كده. آآ يعني فرنجة مثلا سبعتاشر تمنتاشر يومي. يعني موجود عندي في التلاجة في العلبة دي. فانا اطلعت بقى الخضار كله حطته في علبة واحدة عشان مبقاش كزا حاجة في التلاجة وتبقى التلاجة زحمة. جبت علبة البطاطس برضو حطت فيها البطاطس وحقفلها دباتي وحامسح العالة ببصوا شكلها مطرب كده او مبهدل. ملاحوس لان البطاطس والبصل الحاجات دي بتبقى عليها طراب وكده. فآآ يعني ححطهم في مكانهم بلاتي واجيب بقية التربو. حامسحوا برضو كله على بعضه علشان الحاجة المحطوطة في المطبخ كلها سواء كان طقم التوابل طقم سكاكين اي حاجة انت حطها على الرقامات لازم تتلمع يوميا. علشان الحاجات دي برضو مهما كان بتميلي تراب بدهون بخار من المطبخ. الحاجات دي كلها لازم تتلمع كويس. آآ انا كده خلاص خلصت الجزء اللي كنت عايزة ننضف في المطبخ النهاردة. وزي ما اتفقنا مش لازم نقل بالمطبخ ط طول اليوم ونعد ست ساعات ننظف. انا خلصت الكلام ده كله تقريبا في نص ساعة. تعالوا دلوقتي عامل معاكم حاجة جامدة جدا. بصوا حاجة كده مش اي كلام. كلام جامد قوي. هنعمل مع بعض الكيكة البلح. قد ايه هشة وقد ايه. بصوا طحفة. النتيجة بتاعتها مضمونة مية في المية. جربيها بالطريقة اللي حقولك عليها ولا هتعملي سوس كرام اليوز منك ولا اي حاجة. طريقة سهلة وبسيطة وكلها كده في بعضها من غير يعني خطوات كتيرة. انا عندي هنا ا اربع بيضات. وحضيف عليهم كمان كوباية من السكر. اربعة باكت من الفانيليا. لكل بيضة باكت فانيليا. وكمان معلقة كبيرة من الخل الابيض. حضروا بالكلام ده كله مع بعض. ولحد ما الخليط معي في الخلاط يبقى من لون الاصفر للون الابيض. تمام? يعني حوالي دقيقة. بعد كده هحطي عليهم كوباية لربع من الزيت. وممكن يبقى كوباية لربع من الزيت. وحطي مثلا تلات اربع مكعبات زبدة مثلا هيتطعموا معيك الطعم قوي. بتبقى حلوة برضو. بس تنفع بالزيت جدا وهتطلع هناك حمية في المية. حضروا بالكلام ده كل خلاط وبعد كده هحط في بولا كوبايتين ونص من الديق. وعليهم رشة ملح. وكيس بيكنج بودر. هتقلبهم مع بعض كده على الجف. وبعد كده هنزل عليهم بالخليط اللي في الخلاط. بس كده. كده خليط الكيك خلاص بقى جاهز عندي. عندي بقى دلوقتي بلح اسمر انا غسلته كويس وقشرته. وفصصته كده بالسكينة قطعته اتنين طلعت النواة بتاع وبقت البلاحية عندي على نصين. كده تمام. هجيب الصينية اللي هخبز فيها الكيك في الفرن. وممكن تكون اي صينية. يعني انا استخدام الصينية بس ممكن استخدام الصينية اليمونيوم صينية سيفال اي حاجة عادي جدا. هحط كده مكعب زبدة في الصينية وبالشكل ده كده هفرد الزبدة في الصينية علشان انا كده ببطن دلوقتي الصينية. تمام? ولازم تبطنيها كويس. يعني تخلي الزبدة كده في كل مكان. بعد كده هسيح اربع معالي زبدة كده وحصبهم في القاعدة بتاعة الصينية. يعني انا دلوقتي لازم ان انا اخلي شوية زبدة كده في القاعدة. ليه? علشان هنحط شوية سكر وحنكرملهم مع بعض في الفرن. هيتكرمله سوا كده والكيك بيستوي. فانا مش محتاجة اعمل بقى الطريقة المعروفة اعمل سوس كرامل واحطه الاول وارجع رص البلح ولا الكلام ده خاص. انا هحط معلقتين تلاتة كده زبدة وهرش عليهم رشد سكر العايدي بتاعنا. مش سكر بودر سكر الحب العايدي. وبعد كده ارش في الصينية في ارضية الصينية وارص البلح عليه. تمام كده? ممكن كمان احط على السكر ده رشها من الارفة لو حبتي الارفة يعني. حفرت بقى البلح واحدة جنب واحدة ولا ازدقهم في بعض كويس. يعني قربهم من بعد ما خليش فيه فراغات. وحفرت طبقة من البلح في قاعدة الصينية كلها. بعد كده هجيب الكيك اللي انا عملته وحصبه على البلح بالشكل اللي هتشوفيه دلوقتي بمنتهى السهولة. يبقى كل انا عملته فصصت البلح وغسلته كويس وفصصته وقطعته نصين. جبت الصينية ده عندها ز زبدة. وحطيت فيها طبقة من الزبدة كده معلقتين تلاتة كده متسياحين. وحطيت فيهم رشة سكر. وبعد كده رصيت البلح ونزلت فوق البلح بخديد الكيك. على ما الكيك يستبي دخلته على مية وتمانين. الشعلة اللي تحتها بس هي اللي شغالة. يلا بنا نعمل احلى عصير في الدنيا. بجد يا جماعة خصير. من غير سكر وصحي جدا. حطيت كوباية من البلح المتفسص في الخلاط عليها كوبايتين لبن. ورشة كده بسيطة من الفانيليا. محطتش سكر خالص علشان هو البلح مسكر ومدي العصير تسكيرة طبيعية كده. فتوحة جدا. عايز اقولك ان ده احلى من العصير الطمر اللي البلاد بيشتروا من السوبر ماركت حلوة قوي يا جماعة جربوه. هاتي البلح فصصيه واختيلي كويس وفصصيه. حطيه في الخلاط عليه شوية لبن ورشة فانيليا. وبس كده. وتفرج على احلى عصير طمر في الدنيا. عندي دلوقتي الكيك خرجته من الفرن طبعا بعد ساعة اللي تلت كده تقريبا شغلت عليه شوية من فوق. ويسبته يهدى بعد ما اتحمر. و وبعد كده قلبته بالشكل ده ما بتلزقش خالص وبتفصل على الصينية بمنتهى السهولة. رغم ان فيها بصوا بلح قد ايه? ولكن بتفصل جدا يعني سهلة قوي معي كيه. مش هتبوز منك ولا اي حاجة. تعالوا شوفوا الجميل يا جماعة. شوفوا ارتفاع الكيك قد ايه? شوفوا قد ايه الكيك طاري وهش. زي السفنجي بالزبط. انا حاسة ان انا كيني عاملة كيك سفنجي ورغم ان انا مفصلتش بياض وصفار ولا اي حاجة خالص. شايفين شكلها جماعة? طحفة. هو الكي ده كل سنة بعمله. بيطلع بنفس الهشاشة وبنفس الارتفاع بيطلع مرتفع جدا ويناجح قوي. ورغم ان هي المقديرة العادية بعد سنية الكيك العادية. واحلى عصير قدمي معاه. اعملي بسرعة يلا قبل ما البالة حيروح. وآآ جربي فعلا الوصفة دي هتعجبك جدا. لحد كده خلص فيديو النهاردة. يارب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تكتبوه دعوة حلوة في التعليقات. وكمان تنسوش تحطوا لايك وتنضموا لعياتنا الكبيرة. اعملوا س سبسكرايب. شوفكم على خير. السلام عليكم.